اهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند التريند النهاردة طبعا كان في اجتماعات مهمة جدا بغض النظر عن الكورة بقى واللي بيحصل بالنسبة للدور العام مطش الاهل واسوان وايضا مباراة المنتخب الوليمبي النهاردة كان في اجتماع مهمة جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي مع رؤساء مجالس ادارات الشركات الرياضية اللي تم تشكيلها خلال الفترة الاخيرة اجتماع مع دكتور يحيا راشد رئيس مجلس ادارة شركة الاهلي للخدمات الرياضية واجتماع ايضا مع المهندس ايمان اسماعيل رئيس مجلس ادارة شركة الاهلي للمنشآت الرياضية واعضاء مجلس ادارة كلا الشركتين النهاردة كان اجتماع مهم جدا للكابتن محمود الخطيب شركة الاهلي للخدمات الرياضية اكيد فيه امور مهمة جدا بالنسبة للتحضير خلال الفترة اللي جاية ونفس الامر بالنسبة ليه شركة المنشآت الرياضية وقدامنا هي بعض اللعطات النهاردة من هذا الاجتماع للكابتن محمود الخطيب مع رئيس مجلس دارة كل شركة وأعضاء مجلس الإدارة لدراسة بعض الملفات والتحضير لانطلاق العمل بالنسبة لهذه الشركات خلال الفترة القادمة وكانت خطوة غير مسبوقة في إطار العمل الرياضي وعمل الأندية إن الأهل اتخذ هذا القرار في الفترة الأخيرة وتخصيص إقامة عدد من الشركات لبعض الأمور والقطاعات داخل النادي الأهل نتكلم عن المنشآت الرياضية الخدمات الرياضية شركة كرة القدم المنشآت الساحقة حاجات كتير جدا خلال الفترة الأخيرة دايما النادي الأهل بيضرب المثل في كيفية التطوير والتحضير للمستقبل خلال الفترة اللي جاي طيب تفاصيل أكتر عن هذا الموضوع نروح لتقرير بيتحدث سافي دكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذ عشان يشرح لنا كل التفاصيل المتعلقة بهذا الاجتماع وما ضار في هذا الاجتماع من تفاصيل بالتأكيد بتهم الجانب الجمهور النادي الأهل في المقام الأول وأعضاء النادي الأهل وكل المهتمين بالشأن الأهلاء نتابع في هذا التقرير تصرحات دكتور سعد شلبي ثم لنا عودة بعد هذا التقرير